توجه جزائري جديد لتعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في البلاد وفرضها على مستوى المؤسسات التعليمية والجامعية بعد ستة عقود من سيطرة اللغة الفرنسية توجه يأكس المطالب السياسية والمعرفية للانتقال نحو لغة القرار السياسي العالمي اليوم يسعدنا أن نكون الشريك المفضل لوزارة التربية الوطنية الجزائرية من خلال مشروع تشجيع تعميم اللغة الإنجليزية أحرزنا تقدما كبيرا خطوة كبيرة في دعم أجندة الإصلاح لوزارة التربية الوطنية جزء من هذا المشروع يتمحور حول زيادة الحجم الساعي لتدريس الإنجليزية وطريقة تدريسها يسعدنا أن نكون طرفا في جلب الخبرة البريطانية للجزائر للعمل مع كبار المسؤولين على مستوى الوزارة العديد من طلبة الجامعات الجزائرية أبانوا عن رغبتهم في اعتماد اللغة الإنجليزية في المناهج الجامعية كلغة رسمية بدل الفرنسية واقع يأكس الإقبال المتزايد للطلبة الجزائريين على تعلم اللغة الإنجليزية من بوابة المجلس الثقافي البريطانية اللغة الإنجليزية بالطبع تفتح الأبواب لدخول سوق العمل الدولي التوظيف، الدراسة والقيام بالأبحاث اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية للعمل لذا ستكون دائما مهارة ولغة مفيدة لامتلاكها مع الإعلان عن القانون الجديد لتعميم اللغة الإنجليزية في الجامعات وحتى في المدارس الثانوية والمتوسطة العديد من الطلبة الجزائريين يريدون تحسين مهاراتهم في اللغة الإنجليزية دون فرصا أكثر للعمل والدراسة الانفتاح على اللغات الأجنبية خصوصا اللغة الإنجليزية من شأنه أن يمنح دفعة إيجابية للمؤسسات التعليمية الجزائرية للالتحاق بلغات العلم والبحث والتي يتداولها أكبر عدد من سكان العالم